الفصل الخامس عقبة يتولى القيادة من قصة عقبة بن نافع اعداد استاذ محمد نجيب بتبدأ احداث الفصل بتكليف عمر بن العاصل عقبة بالسير في سرية لفتح فزان وده كان اول عمل قيادة يتولاه عقبة هو قيادته للسرية المكلفة بفتح فزان اما قبل ذلك فكان عقبة مجرد جندي عادي في صفوف المجاهدين بدأ عقبة يتحرك الى فزان في مقدمة جيشه وسيفه يلمع تحت اشعة الضحى وينبعث من قلبه نور يضيء له طريق النصر مجرد ما اصبح عقبة على مر البصر من مدينة فزان القى على جنوده كلمة تتصف هذه الكلمة بانها كلمة مشرقة بنور العقيدة والايمان وحث فيها جنوده على قتال اعداء الله فمن اسلم منهم نجا ومن ظل على وثنيته فعليه ان يدفع ضريبة الدفاع والسبب علشان يمارس حرية الدينية باطمئنان في ظل سماحة الاسلام وعدالة المسلمين بالنسبة الاهل فزان انقسم رأيهم بين رأيين الرأي الاول شايف انه لابد من مدافعة المسلمين انهم يوجهوا المسلمين ويحربوهم السبب علشان ما يجرحش كبريائهم بالاستسلام اما رأي التاني فكان اصحابه شايفين بانه من المهم تقديم الطاعة للمسلمين والسبب علشان يتخلص من الحكمة بيزنطي المستبد وحبا في عدالة المسلمين الرغم من ان شقاق اهل فزان في اراءهم في الحرب مع المسلمين او الاستسلام للمسلمين وتقديم الطاعة لهم الا بانهم قرروا عدم الاستسلام للمسلمين بعدها دارت معارك عريفة بين البربر والمسلمين اغذر عقبة في هذه المعارك بسالة وجرأة واقدام جعلوا البربر يرهبون صولته ويفرون امامه رافعين راية التسليم ويدفعون ضريبة الدفاع ضريبة الدفاع التي قدرها عقبة على اهل فزان كانت تقدر ب300 بعير سر عمر بن العاص اشد السرور واغطبط اشد الاغطباط بانتصار عقبة على اهل فزان وكان لسروره سبب اذ انه كان يخشى من فشل حملة عقبة واذا فشلت حملة عقبة فكان دهي كله تبعتين العقبة الاولى اللي كان ممكن انها تحصل في حالة فشلت حملة عقبة على فزان انه كان البربر والروم هيقضوا على المسلمين من داخل الصحراء والسبب التاني اللي كان يواجه عمر بن العاص بان الخصوم عمر بن العاص كان ممكن ينتهز الفرصة دية ويندده بسياسته ويدعو بانه هو ارسل عقبة لقربته لا لكفاءته ولكن زي ما احنا ذكرت قبل كده السبب الاساسي اللي خل عمر بن العاص يختار عقبة للمشاركة في الفتوحات ويختاره للقيادة هو كانت مهرته الحربية وليس صلة القرابة ما بينهما بهذا النصر اسبت عقبة بانه جدير بقيادة الجيش ومهد عقبة بهذا النصر بان يسند اليه عمر بن العاص حملات اخطر واشد من حملة فزان في نفس الوقت اللي كان عمر بن العاص ارسل فيه جيش بقيادة عقبة رضي الله عنه الى فزان كان ارسل جيش اخر الى ودان الجيش ده كان بقيادة بصر ابن ارطاء وكلف من عمر بن العاص بفتح ودان وبالتالي اكد هو ايضا بصر ابن ارطاء على جدرته بالقيادة وذلك بانتصاره على القبائل التي تعيش في تلك المنطقة وغانم منها مغانم كثيرة في نفس الوقت كان فيه جيش ثالث ارسلوا عمر بن العاص لفتح مدينة تسمى صبراطة صبراطة نجح الجيش المتجه لها في فتحها وبعدها اتجه الى مدينة شاروس مدينة شاروس تقع في جبل نفوسة وبرضه نجح الجيش في فتحها بعد اشتباكات دامية ووجد عمر بن العاص امامه فرصة مناسبة لانه يفتح جميع المدائم حتى يصل لافريقية ولكن عمر بن العاص كان بحاجة لمدد من الجيوش المدربة وده بسبب ان عدد الروم والبربر في الاماكن ديه بيعد بالالاف فبعث عمر بن العاص رسالة لعمر بن الخطاب بيستأزنوا فيها في فتح افريقية وانتظر رد عمر على رسالته وكان رد الخليفة عمر هو الرفض وعدم الموافقة والانتظار بضع سنوات عمر بن الخطاب كان شايف بان الوقت ما هواش مناسب للمزيد من الفتحات وكان شايف انه من الافضل التوقف عن الفتحات لبضعة سنوات وكان العمر دوافع في هذا الرأي إذ بانه كان شايف بانه خلال السنوات اللي احنا هنستنى وهنوقف فيها الفتحات هيزيد عدد الجيش الاسلامي في المنطقة فهنقدر باننا نقهر القبائل المنتشرة في مساحات واسعة من الصحراء نهاية الفصل ونتمنى لجميع ابنائنا كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر